لم تبتعد المسافات الزمنية بين نصر تحرير الجنوب عام 2000 ونصر تموز عام 2006 الذي تحقق ببسالة المقاومة وبدعم مطلق من قبل الدولة السورية هزائم المتتالية للعدو الصهيوني يبدو أنها لم تكن كافية ليتحقق من أن زمن الهزائم قد ولأ وبدأ زمن الانتصارات نحن اليوم على أطلالة الجنوب اللبناني ونستعيد ذكرى حرب تموز التي دحرت المستعمر الصهيوني الاحتلال لم يتعلم بالماضي ما حصل في تموز فيعود الآن ليحاول وليتعاون مع الإرهابيين القتلة الذين قتلوا شعبنا العربي السوري لبناء حزام ما يسمى حزام أمن إسرائيلي لهم على خطوط جولان والحبيب مصادر إسرائيلية مطلعة أكدت أن الكيان الصهيوني يسعى لتشكيل جيش من الميليشيات السورية التابعة له في المنطقة الجنوبية من سوريا على طول خط وقف إطلاق النار وعلى الحدود مع الأردن حماية لأمنها ولكي يتصدى للمقاومة تجربة التاريخ والشواهد التي أمامنا في هذه المنطقة تحديدا ومع العديد من الحالات التي تورط بها جزء من أبناء أمتنا في التعاون مع هذا العدو إنها تجربة فاشلة لهذا العدو وانهزام لمشروعه ولكن العدو لن يتخلى عن هذه المشاريع وسيسعى ولكن في النهاية سيصطدم بالموقف الوطني وبالوحدة الوطنية السورية التي ترفض التعاون بالمطلق مع هذا المحتل مهما كانت الأسليب ومهما تعددت الظروف التي يمر بها الوطن الأم سورية ما جار في سماء سوريا وعلى أرضها من انتصارات على يد الجيش العربي السوري والمقاومة وبالتحديد بعد الرد على اعتداءات الكيان الصهيوني وأسقاط طائرتين تابعتين له يعتبره مراقبون يهدد ما يسمى الأمن الصهيوني فهم على مسافة صفر مع المقاومة محاولات صهيونية متكررة بالخفاء والعلن لتشكيل حزام أمني تتبدد يوما بعد يوم مع كل انتصار يحققه الجيش العربي السوري للإخبارية السورية عماد المرعي الجولان السوري المحتل ترجمة نانسي قنقر